قال الله سبحانه وتعالى وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانُ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشِدُونَ قالوا أن الدعاء ليس مشروط ليس هناك شرط الله سبحانه وتعالى أمرنا بالدعاء ووعدنا كأمة محمد صلى الله عليه وسلم بالإجابة بعض الآيات قالوا وبشر الذين أمنوا وعملوا الصالحات هنا البشرى مشروطة بالإيمان والعمل الصالح وقال فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلَصِينَ لَهُ الدِّينِ مشروطة أيضا إخلاص في الدين والإخلاص في الدعاء حتى ربنا تقبله ولكن قال ادعوني أستجب لكم وليس هناك شرط فآيات الدعاء الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها ليس مشروطة فقط ادعوا الله سبحانه وتعالى قال ادعوني أستجب لكم وهو سيستجيب لكم إن شاء الله